في هذا الخبر الآخر سنتحدث عن هل سيستعيد الدنار الجزائري قيمته العالية ويفوق الأورو قفز الدنار الجزائري في الأيام الأخيرة قفزة مفاجئة وتاريخية في التعاملات الرسمية البنكية وفي السوق السوداء للعملات وهي الأولى من ناعها منذ عقد كامل وفقا للبيانات الرسمية للبنك الجزائري الحكومي فقد وصل قيمة الدنار الجزائري مساء الثلاثاء الماضي أمام الدولار الأمريكي إلى 140.40 دينار جزائري وفي حين بلغت قيمة اليورو 140.41 دينار جزائري واستند إلى المؤشرات الهيئية المالية الحكومية فقد بدأت مؤشرات تحسن العملة الجزائرية أمام اليورو والدولار منذ 6 سبتمبر محقيقة مكاسبة 6 دينار مقارنة بالأشهر الأولى من هذا العام في حين حددت موازنة 2022 قيمة الدنار الجزائري أمام الدولار الأمريكي ب149 دينار جزائري للدولار الواحد ولكن غير أن خبراء الاقتصاد في الجزائر يؤكدون أن الأرقام المتداولة في التعاملات البنكية الرسمية الحالية تعد تعافيا تاريخيا للدنار الجزائري أمام العملات الرئيسية وللمرة الأولى منذ عقد كامل حيث وصل قيمة الدولار منذ مطلع العام الحالي إلى 146 دينار وسجل اليورو أكثر من 152 دينار الإذاعة الجزائرية الحكومية نقلت عن خبراء اقتصاديين أن الدنار الجزائري سجل ارتفاعا بنسبة 12.5% خلال العام الحالي مقارنة ب2021 وكان الرئيس عبد المجيد تابون تعاهد في أوت بدعم حكومي للدنار في تصريحات لوسائل إعلام محلية من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الدعم الذي ينوي البنك المركزي تقديمه للعملة المحلية ومن خلال تتبع مسار الدنار الجزائري في العقد الأخير واستنادا إلى بيانات البنك الجزائري فقد بدأت معانته بملحانا تنازلي منذ 2014 بالتزامن مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في أوت 2014 وذكرت تقارير سابقة لبنك الجزائر أن العملة المحلية تراجعت بنسبة 50% في الفترة بين 2014 و2018 فقط لكن قيمة الدينار الجزائري حافظت على مؤشراتها السلبية رغم تعافي أسعار النفط العالمية في 2018 ولم تفلح إجراءات بنك الجزائر في تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار بنحو 20% في وقت استمرار خسائر العملة المحلية وفي عام 2019 ذكر البنك المركز الجزائري في تقارير آخر أن قيمة الدينار سراجعت بشكل كبير من 2018 وحتى 2019 بنسبة فاقة 12% ورجعا ذلك إلى تطور سعر اليورو أمام الدولار في الأسواق العالمية أمراكم في هذا الموضوع أيضا عزيزي المشاهدين أخبروناكم في التاريقات